مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM مبروك اليوم المنتخب السعودي يحقق فوز مهم على اليابان على مين؟ على اليابان ها؟ اليابان مش يلعب مع مكاو فمنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 سنة يلعب الآن في بطولة آسيا في تايلند بطولة كاس آسيا وأول مباراة اليوم في المجموعة للمنتخب فاز فيها على اليابان 2-1 وتصدر المجموعة هاي ذكرتني بقصة هذي يمكن ضيوفنا خليه اليوم يشرحوا لي إياها بالله في التسعينات أنا مرح حدد التواريخ عشان ما أدخل في مشاكل واذا فلان يزعل ليش قلت كان في سنة في التسعينات المنتخب السعودي الأول مشارك في بطولة مهمة جدا وكان معنا أن نلعب مع اليابان وكان ديك الأيام لسه اليابان عامل المشروع اللي ترسل فيه اللاعبين للبرازيل ويأسسون فريق من الأساس يعني كانت تجربة اليابانية في التسعينات كانت هي بدت من الثمانينات صار لهم عشر سنوات وهم يبنون والله اللي داق عليه على الهواء بعد وانا ترك الجوال طيب فكانت لسه اليابان هي شاغلة الدنيا في آسيا أنها تعمل مشروع وترسل اللاعبين للخارج وتحضير وصار اجتماع أنا كنت موجود في البطولة هاي وحضرت جلسة كذا ما بين أمين اتحاد كرة القدم السعودي في ذاك الوقت ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في ذاك الوقت فكان النقاش أنه يعني كان بعض الموجودين يتحدثون كان حافل عشاء يعني أنه ليش السعودية ما تسوي مشروع زي هذا وتتبنى اللاعبين وترسلهم وأكاديميات وا 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 فكان رد طيب أمين عام اتحاد كرة القدم قال طال عمرك هذا ولي يصرفون ودونهم وتغذية ومش عارف شف طال عمرك ها لعبتنا نصهم جاي من دور الشفاء طال عمرك تخلوا سحبوا فيهم وفازوا ما أدري يعني الصراحة بهت اللي موجودين كله مش من الرد صح ولا مصح لأنه النتيجة على الأرض الملعب تقول لك فعلا أنت اللي كسبت مش همو كنت أنت الأفضل فهي نتيجي ما بين اللاعب المصنوع واللاعب الموهوم هذه قضية جدلية كبيرة ورح نسأل ضيوفنا عليها لكن هذا لا يمنع أن نحن نقول ألف وبروك للمنتخب السعودي فوزة اليوم لكن هل فوزة المنتخب اليوم على اليابان هو تأكيد على أن الموهبة تغلب اللاعب اللي يتم صنعها بشكل أكاديمي وبدني وصحي ومنذ وقت مبكر عدت خير أنت ممكن تجيب لك لعيبة عمارهم عشر سنين أنت كنت تتعب عليهم ثمان سنين ولا تسع سنين وإنت معسكرات ومدربين وتكتيك ودراسات نفسية ويجي ربعك ويقلصون شي السالفة ذي رح نفهمها لكن بعد العنوي ترجمة نانسي قنقر